للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التليفزيون المصري كريم ببرز من شرم الشيخ بعد التحية كريم يعني ضعنا في صورة الاستعدادات واللمسات النهائية لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نعم بالفعل الساعات وتبدأ ربما الورش التحضيرية قبل الندوات الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هنا من شرم الشيخ ربما من الأهم الندوات التي سيتم مناقشته هي بالطبع جائحة كورونا وتبعات جائحة كورونا وكيف يتعامل العالم بشكل عام مع جائحة كورونا وأيضا الأعمال التي ربما من الممكن أن نفقدها بعد جائحة كورونا ربما أيضا هذه الورش التحضيرية تتحدث عن كيفية التعامل بشكل عام مع تكنولوجيا التحول الرقمي هذه نقطة وأيضا نقطة التنمية المستدامة وأيضا نقطة مختلفة مثل التغيرات المناخية وأيضا التنمية الخاصة بالتنمية المجتمعية مثل مبادرة حياة كريمة هذه نقاط ربما أساسية قبل الورش الرئيسية في منتدى شباب العالم في نسختها الرابعة لستبدأ بالفعل يوم الاثنين القادم بإذن الله ربما هذه أيضا التطورات التكنولوجية الأخيرة التي تحدثتم عنها من روبوتات لكشف فيروس كورونا أو للكشف عن المتحول الجديد أوميكرون أو حتى لاستخدامها في توزيع الوجبات وتوزيع المشروبات وأيضا لتوزيع الأدوات التعقيمية هي نقطة أيضا من الوارد النقاش حولها في هذا المنتدى خصوصا أننا نتحدث أن بعد فيروس كورونا صار التحول الرقمي هو أساس التواصل والتعامل بين العالم بشكل عام وبين الشباب وأيضا وجود الشباب هي فرصة لعرض الأفكار والإبداع وربما هو الإبداع محور أساسي من المحاول التي بني عليها منتدى شباب العالم وكما ذكرنا من قبل هو السلام والإبداع والتنمية لذلك إبداع الشباب والأفكار المختلفة للاستخدام بشكل عام فيما بعد كورونا اللمسات الأخيرة بالطبع توضع الآن الشوارع تتجهز لاستقبال الوفود الذين بدأوا منذ أمس بالوصول لمطار شرم الشيخ الدولي وجود أيضا المتطوعين الخاصين بمنتدى شباب العالم لتيسير الإجراءات الخاصة بالوفود للوصول لأماكن التسكين قبل المنتدى أيضا مكاتب خاصة داخل المطارات لاستقبال الوفود وأوتوبيسات خاصة تروج المدينة وتتحرك من أمام المطار إلى الفنادق وأيضا إلى الأماكن الترفيهية حتى قبل بداية المؤتمر وبداية الورشات التحضيرية غدا هذه متواجدة منذ أول أمس لاستقبال الوفود والتحرك بهم وتيسير عليهم الإجراءات أيضا هناك مسحة خاصة للكشف عن فيروس كورونا أو أيضا الاشتباه بفيروس كورونا وهي كشف السريع والرابد تست المتواجد داخل أماكن التسكين وحتى قبل دخول القاعات للاتمنان على صحة الوفود المشاركة قبل دخولهم المؤتمر بالطبع مواضيع عديدة سيتم منقشته خلال الأيام القادمة كما ذكرنا منها التغير المناخي ومنها أيضا تبعات جائحة كورونا ولكن جزء هام جدا وهو بالطبع التطور التكنولوجي وتكنولوجيا الزد والجديد في وسائل التحول الرقمي بشكل عام وأيضا أهمية بوجود البنية التحدية وإذا ربطنا البنية التحدية بالتحول الرقمي سيكون خير مثال بالطبع هي مبادرة حياة كريمة التي ستكون مثال للتنمية الاجتماعية ويكون محور هام سيتم منقشته وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المنتدى هو بمثابة نقاش متواصل ومباشر مع الشباب وبع رموز السياسة بشكل عام والرموز الفنية التي ستتواجد لمقابلة الشباب حول العالم بشكل عام سواء كانوا من مصر أو من الدول الأوروبية أو من القرى الإفريقية أو من آسيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا خلال متابعة اليوم تحدثنا مع بعض الشباب هنا في السوق السياحي السوق القديم هنا في شرم الشيخ والذين جاءوا ليشاركوا بالفعل في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذين جاءوا خصيصا لمشاركة ربما كل منهم كان له توجه خاص منهم متوجه ناحي التكنولوجيا الحديثة ومنهم من تحدث عن التغير المناخي ومنهم أيضا من تحدث عن نقطة هامة وهو فكرة مكافحة الإرهاب بشكل عام وأفكار الشباب المتطورة لهذه الندوات التي سنتبهها على مدار الأيام القادمة في انتظار أفكار خلاقة ومبداعة من قبل شباب العالم المنصة الحوارية الأهم لشباب العالم لمناقشة قضاياهم المختلفة أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات كريم بيفرز مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر